عم نطلع عليكم بفقرة خاصة بالفاشن أنا وغاليا برحبك غاليا بوجودك معنا طبعا الفقرة اليوم هي ضمن الفرصة الذهبية وخاصة أدمي لكم هيك قطع للفاشن غير شكل وهنن بشت وأيضا عباية من ماركت سانيورا جاي هالتصميم بتاخد العائل غاليا والأحلى من هيك أنه ماركت سانيورا مو أول مرة مطرحة وخلف هايدي الماركة الجدا رائدة مصممة جدا مميزة وهي أيضا إعلامية شهيرة وهي أميرة الفضل مثل ما بتعرفوا أميرة الفضل عم نشوفها على الشاشة هي إعلامية سعودية قدمت كتير من البرامج الرائدة على عدة قنوات عربية كانت برامج اجتماعية تقربت فيها كتير من المجتمع السعودي بنصائحها وأيضا هي وجه إعلاني لكتير من الماركات وأيضا هي عن جد عن جد مصممة مميزة اشتهرت بتصميمها بالقفاطين اللي كانت تلبسها بكتير من المناسبات وأيضا العبايات اللي بتكون تشكيلتها جدا حلوة وبنفس الوقت جدا محتشمة ومناسبة جدا أيضا لإطلالات شهر رمضان المبارك شو رأيك بهذه التصميم؟ صراحة مرة أنا عاجمني للتصميم لأنها مرة fresh و summary مظبوط مثل ما حكيتي ما حنشوق أكتر المشاهدات مباشرة حنطلع على هيدا الفيديو ونتعرف على ثلاث تصميم المميزة من ماركت سانيورا عبايا وبشت سانيورا تصميم تراثية بلمسة عصرية التصميم الأول عبايا وبشت باللون البيج مع شيلة هدية باللون الوردي التصميم الثاني عبايا وبشت باللون الأزرق مع شيلة هدية باللون الفوشية التصميم الثالث عبايا وبشت باللون الأسود مع شيلة هدية باللون الأسود احرصي على اقتناء هذه التصميم الحصرية من ماركت سانيورا لإطلالة ملفتة ومميزة إذن مثل ما شفنا التصميم بتاخد العقل مباشرة لحنبلش بأول تصميم وهو باللون البيج اللي أنا اليوم لابسته وكتير حبيته وهي مثل ما لكم شايفين هيدا البشت اللي بياخد العقل بتطريزات جدا مميزة والأحلى من هيك إنه حتحصلوا عليه مع شيلة هدية كمان بنفس اللون مثل ما عم نشوف هون باللون الوردي حكيلي عن هالتصميم التطريز اللون تناسق الهدية مع البشت نفسه قدي كتير حلو صراحة مرة حلو هذا التصميم بالذات إنه جاي بالنكش الشرقية بس عاملينها بتويست يعني طريقة عصرية مزبوت هو عادة إن يجي باللون الأحمر هذا النكش بس داحين عاملينه بألوان مرة مختلفة وبالذات نشوفه هنا مرة ألوان فرايحية يعني مزبوت تقدر تلبسي تحتها شي كده فاتح تلبسيها في رمضان بالذات داحين إحنا رمضان جاي في الصيف فلازم نحاول إنه نكون يعني شوية نروح على الألوان الفاتحة مزبوت حاول الألوان اللي تكون يعني يتبردنا زي ما يقوله مزبوت فدالبشت صراحة مرة مناسب لأي وقت في جينا ضحكي مزبوت وأنا اللي حبيته كمان غالية إنه هي طبعاً لقماشة طبعه هي من الحرير والتطريز يدوي يعني ولا أحلى من هيك عم شوفوا التطريز قديت أخله الوقت شو رأيك بالألوان تبع التطريزات اللي عم نشوفها سواء من الأعلى للأسفل أو حتى عند الأكمام شو رأيك فيها صراحة مرة حلوية يعني شايفة فيه بيربل فيله بينك فيله شي يلوش جولد فهذه الأشياء تلبقي معاها أشياء مرة كتير تحتها إحنا أهم شي عندنا في السعودية لما تلبسي العباية لوبان ممكن لبسك تحته شوية تلبسي شيء يلبق مع العباية اللي أنتي لبساها طبعاً مزبوت عشان يطلع اللوك حقي كله كامل صح نلبس تحته شيء خفيف بس لازم أهم شيء أهم بوينت إنه يكون لابق معا إحنا إحنا إيش لبسين عباية مزبوت وهذا أنا اللي كتير كتير حبيته كمان برجع بذكركم مرة ثانية جاية مع الشياء الهدية كل هيدا الشي بسعر بس 599 ريال سعودي تصميم حصري سنيورا ما بتلاقوه غير على شاشة سيتروس تيفي والأحلى من هيك وراه هو المصميمة أيضاً صديقتنا الأعلامية طبعاً أميرة الفضل مقدمة تصميم ولا أحلى من هيك أنا أغرمت فيه واليوم لابسة هيك يعني لك هيك شوي سبورتي ومناسب جداً شهر رمضان المبارك برجع بذكركم مرة ثانية سعره بس 599 ريالي ريال سعودي هتحصلوا على البشت وأيضاً على الشي اللي هدية خلينا هلأ نرجع سواء نتذكر شو هنين لثلت تصميم اللي نحنا مقدمينا لكن لا تروحوا بعيد مكافي معكم نحكي أكتر عن التصميم الثاني عبايا وبشت سانيورا تصاميم تراثية بلمسة عصرية التصميم الأول عبايا وبشت باللون البيج مع شيلة هدية باللون الوردي التصميم الثاني عبايا وبشت باللون الأزرق مع شيلة هدية باللون الفوشية التصميم الثالث عبايا وبشت باللون الأسود مع شيلة هدية باللون الأسود احرصي على اقتناء هذه التصاميم الحصرية من ماركت سانيورا لإطلالة ملفتة ومميزة إذن مثل ما شفتوا تصميم ولا أحلى من هيك برجع بذكركم مرة تانية هالتصميم من ماركت سانيورا وهي جدا حصرية غاليا وأنا برجع رحل فيك مرة تانية أنه أنت معي بهيدي الفقرة أهلا برجع بقول غاليا هي ستايلست وأيضا هي مقدمة برامج على قنوات عربية عديدة بتقدم فيها هيك الفاشن والموضة وخلينا هلأ سوا نشوف شو هنين ثلاثة تصميم لقدمينا من ماركت سانيورا ونرجع لكم أنا وغاليا عبايا وبشت سانيورا تصميم تراثية بلمسة عصرية التصميم الأول عبايا وبشت باللون البيج مع شيلة هدية باللون الوردي التصميم الثاني عبايا وبشت باللون الأزرق مع شيلة هدية باللون الفوشية التصميم الثالث عبايا وبشت باللون الأسود مع شيلة هدية باللون الأسود احرصي على اقتناء هذه التصاميم الحصرية من ماركت سانيورا لإطلالة ملفتة ومميزة إذن هلأ صار وقت نحكي عن التصميم الثاني اللي نحنا مقدمينه وهو البشت باللون الأزرق مع الشيلة باللون الفوشية اللي بتحصلوا عليه مجانا طبعا تصميم بياخد العقل برجع بذكركم سعره عم نحكي عن سعر جدا تنافسي 599 ريال سعودي الأحلى منها هيك حأترك الحديث لغاليا وتقلي ليه ليه خطرتي هدى اللون وشو رأيك بهاي عجبت بها البشت اللي بياخد العقل صراحة مرة عجبني اللون بالذات لو انتي كنت يتاند في الصيف رايح البحر متشمسة مرة يطلع عليك حلو اللون لانه يلبق معه ألوان كده فنكي وبالذات مرة صغيرة الألوان يعني فرايحية تحسيها ومرة حلو للصيف بالذات اختاروا الأزرق دي درجة الأزرق بالذات طالعة مرة على الموضة وانا بس كمان بدي أرجع ورجيهم قدي النقشة هاي النقشة العربية الشرقية اللي منسميها هي عادة بتيجي باللون الأزرق والأسود لكن هون عم شوفوا مودرن كتير عاملينا هي الدرزة الشرقية العربية الشهيرة وعملينا على هيك الحرير أو الشيفون الحريري وحكيلي عن الأطلالة كيف فينا نختارها متل ما عم شوفوا على الموضل كمان كيف يون يختاروا كيف يون يلبقوا على كتير من الستايلات المختلفة مو بس مع الحجاب كمان يقدروا الحلو فين ويقدروا يلبقوا مع مرة ألوان كتير تحته وما يتقيدوا بلون واحد بالذات العباية عادة لو كانت سودة من غير ولا لون سودة سادة مرة تقيدنا بلون معين نلبسه تحتها بس احنا ما نحب كده بالذات البنات الصبايا بغي يخرجوا الشي هيك شباب لك مثل ما نقول أكثر ايوه حلو وكمان هذه العباية هي تتلبس على فلاتس وكمان تتلبس لأشياء سهرة لأنه النقشة حقتها زي ما انت شايفها جيوماتريك ده من أشياء جيوماتريك تتلبس أكتر على الصباح صح بس لأنه ألوانها كده يعني فرش مرضو تقدر تلبسيها في الليل وتقدر تحطي عليها كعب ويطلع شكلك مرة حلو والشيء زيادة اي تفضل الشيء الزيادة اللي عاجبني فيه انه في رمضان عادة لازم نلبس توب اي وهلأ رمضان جاي بكتير شوب بفترة حر كتير فلازم لما لازم نلبس توب سمترمز ما يكون عندك توب وانتي عندك عزيمة ويعني تتورطي ما عندك اولا توب تلبسيه هادي شكلها كأنه توب تقدر تلبسي لبسك العادي تحته جينز بلوزة وتحطي عليها وتقعد فيها في الحفوة ولحبيت اللون الأزرق كل الألوان التطريزات فينا نلبس توب من أي لون من هالألوان طبعا أيوة حتى ميكوب حتى الاكسسوار فينا نختارهم من هالتطريزات أكيد لازم تختاريهم من نفس الألوان وحتى لو أقل لون في التطريز تختاريه برضو حيطلع حلو يعني حتى في اللي أنا لابساني قدر نشوف فيه أورنج تقدري أنا حطي تحته بلوزة أورنج الناس ممكن ما يستوعب أن يسوي كده بس هذا أحلى شيء إنه أجل لون فيه تحطي نفس اللون المكياج أو اللبس تحطي لبسي ولا أحلى من هيك برجع مرة تانية بذكركم حتحصلوا على هايدي جلابية اللي باللون الأزرق مع الحجاب فوشيا بس ب 599 ريال سعودي بس هلأ أنا وغاليا حنرجع نذكركم بـ 3 تصاميم الأدمينة من ماركت سانيورا لكن لا تروحوا بعيد من كافيين معكم نحكي عن التصميم الأخير عبايا وبشت سانيورا تصاميم تراثية بلمسة عصرية التصميم الأول عبايا وبشت باللون البيج مع شيلة هدية باللون الوردي التصميم الثاني عبايا وبشت باللون الأزرق مع شيلة هدية باللون الفوشيا التصميم الثالث عبايا وبشت باللون الأسود مع شيلة هدية باللون الأسود احرصي على اقتناء هذه التصاميم الحصرية من ماركت سانيورا لإطلالة ملفتة ومميزة مكافيين معكم بفقر أولا أحلى من هيك مع ضيفتي المميزة جدا غاليا أمين برحب بيكي مرة تانية ومستمرين أنا وياكي عم نقدم تصميم من ماركت سانيورا تصميم بتاخد العقل لكن لكل الأشخاص اللي ما كانوا معنا من أول فقرة بحب ذكركم أنه ماركت سانيورا وراها مصميمة جدا مميزة وأيضا زميلتنا الإعلامية أميرة الفضل طبعا أميرة الفضل هي إعلامية سعودية قدمت كثير من البرامج عبر عدة قنوات عربية وخاصة البرامج الاجتماعية اللي قربت فيها من الشارع السعودي أكتر وأكتر وأيضا هي محبوبة جدا بين هيك المشاهدين وإلى طبعا دائما إطلالة مميزة ولأنه هي إلى شغف بالتصاميم كان عندها هيك شغف أن تبلش باللاين تبعها وهو الخاص بالجلابيات وبالقفاطين اللي ستايلة كتير مميز واللي دائما عم تلاقي نجاح كتير كبير بس هي خصصتنا نحن بهيدي التصاميم حصريا عبر شاشة سيتروس تيفي وهلأ كمان غالية بدنا نرجع نذكرهم بثلاث تصاميم اللي نحن مقدمينها وبعدين حنحكي بالتفاصيل أكتر عن التصميم الأخير عبايا وبشت سانيورا تصاميم تراثية بلمسة عصرية التصميم الأول عبايا وبشت باللون البيج مع شيلة هدية باللون الوردي التصميم الثاني عبايا وبشت باللون الأزرق مع شيلة هدية باللون الفوشية التصميم الثالث عبايا وبشت باللون الأسود مع شيلة هدية باللون الأسود احرصي على اقتناء هذه التصاميم الحصرية من ماركت سانيورا لإطلالة ملفتة ومميزة إذن مثل ما شفت وطل التصميم بتاخد العقل مباشرة هلأ غاليا بنحكي عن التصميم الأخير وهي البشت والعبايا باللون الأسود واللي بتحصلوا معه على هدية على شيلة باللون الأسود وما طبعا هيدي عن جد التصميم اللي بياخد العقل برجع بذكركم شوفوا هالة التفاصيل وهي كلها ياتا منقوشة يادويا ومننسى أنه هي المتيرة اللي تبع حرير وشوفي كيف النقشة وصلاني لأسفل العباية وأيضا هون الألوان الداخلة اللي كتير حلوة وأيضا بمنطقة الأكمال كل هيدا الشي بسعر جدا تنافسي عم نحكي بس عن 599 ريال سعوتي احكيلي عن هالتصميم ونحنا عم نشوف الموديل وهي لابستو عن لقماشة عن الألوان اللي داخله وقديش عن جد العباية السودا نحنا ما بنقدر نستغني عنه احنا طبعا مرة ما نقدر نستغني عن عباية السودا بالزات في السعودية كل أحد لازم يكون عنده عباية السودا احنا صح نحاول دحيا نلبس ألوانه كده بس هاد الحلو فيها أنه بدخلين الألوان فما تحسينه الأسود خلاص بزات الأسود يمسك الخار كتير مرات مزبوط بس هادي البورتس اللي فيها ألوان مرة كبيرة في العباية فطالها حلو ومستخدمين ألوان يعني هادي أقدر أقول الستة الكلاسيكية أكتر تلبسها صح فحلو يعني لأنه كتير مننا يحب يكون فنكي بعضها أحيان ويحب يكون كلاسيكي بعضها أحيان فسهل العباية السودا تلبس على كل الأشياء زي ما احنا شايفين هنا يعني تقدر تحطيها على أي شيء كما تلبسيها في كل أوقات اليوم مزبوط أنا عن جد كتير حبيتها وبرجع بذكركم مرة تانية الماتيريا اللي مصنعة منها عم نحكي عن الساتان الحريري الطبيعي وبرجع بحكي أيضا تطريزات هي من طبعا خيوط الحرير جاية بألوان متداخلة مشغولة يدويا النقشة هاي العربية اللي هي التقليدية الموجودة عادة منشوفها باللون الأحمر بتيجي على الأسود أو على الرمادي لكن هون عمليلها تتش مودرن كتير 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 وصار الصبايا هيك بيحبوا يلبسوها مع ستايل قديم مثلا الأمهات أو الستات هنا بيلبسوها دع حين كل شي فيه له نقشة عربية ساير مرة على الموضة مزبوط يعني كتير أشياء بس موت أختي نقشة العربية اللي هي اللي أعرفتي الترديشينا لا يخلوها بألوان فنكي بألوان زي ما احنا شايفين على هذه العباية في داخل فيله أخضر داخل فيله أورنج فيخلوها أخف أصلا وتقدر تلبسيها في كل الأوقات ومو إنك مو شكلك ترديشن المرة شكلك مرأة عصرية أصلا المرأة العربية سارت عصرية مزبوط مزبوط إذا شفتوا اللوكات المختلفة اللي نحنا لابسينا متل ما شفتوا الزرقة هيك اختارتها غالية والسودا أقدر أي صبية بتختارها وأنا اخترت البيج وكل هيدا الشي بسعر جدا تنافسي عم نحكي عن خمسمية وتسعة وتسعين ريال سعودي ولا أحلى من هيك شيلي وأصدا عفوا عباية وبشت مع شيلي خلينا نرجع نتعرف سواء على التصاميم الثلاثة اللي نحنا مقدمينها من خلال هيدا الفيديو وبعدها حنترك لكم فرصة أن تطلبوا هيدا المنتجات من خلال أرقام مخصصة لبقيتكم مني أنا وغالية باي باي عباية وبشت سانيورا تصاميم تراثية بلمسة عصرية التصميم الأول عباية وبشت باللون البيج مع شيلة هدية باللون الوردي التصميم الثاني عباية وبشت باللون الأزرق مع شيلة هدية باللون الفوشية التصميم الثالث عباية وبشت باللون الأسود مع شيلة هدية باللون الأسود احرصي على اقتناء هذه التصاميم الحصرية من ماركت سانيورا لإطلالة ملفتة ومميزة